السلام عليكم طلاب وجعنا ياكم بالحلقة الثالثة من حلول الأسئلة الوزارية طلاب احنا بالملف اللي هو صفحة رقم 5 اخر شي توقفنا بي انه ما حلينا القطعة الخارجية يلا قلنا حتى نبدي نحل بالقطعة الخارجية اول شي نقرأ الأسئلة نقرأ شنو؟ الأسئلة احنا يا طلاب بالصفحة 5 بالملف اللي يريد الملف يدخل جوا بالتعليقات راح يلقى رابط الملف اللي هو موجود بقناتي الخاصة يلا ديت يلا خلنا نبديوا ياكم شعدي يا سأل السؤال الأول اللي هو السؤال القطعة الخارجية الفرع أي يا فرع الفرع أي السؤال الأول يبدي هو طبعا شي يقلك يقلك 5 جاوب على 5 فقط يلا احنا أول شي شي تعودنا حتى نحن القطعة خارجية نقرأ الأسئلة نقرأ الأسئلة ونفهمها السؤال الأول ديت بمن بادي بالدت يلا ادد أداة سؤال لو فعل مساعد فعل مساعد فعل مساعد فعل مساعد يعني هذا الجواب راح يكون لو يس لو نو جواب راح يكون لو يس لو نو بس الكتم أكود صوت جهال طلاب الكتم 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 بلا زحمة اي اي انتبهوا من الكتم زين ما دام بادي بدت يعني فعل مساعد اذا جوابي يس أو نو يلا اقرأ 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 خلفتهم السؤال هو شنو ديد دي انجليش فاميلي يعني هل العائلة الانجليزية هاف لديها متش فوت الكثير من الطعام ان دير هاوس في بيتهم يلا هاي دير صفة تملك ما اخذيها من اجدتي بعدها الهاوس صارت دير هاوس يعني شنو دير هاوس يعني بيتهم هم من اقول ماي هاوس اللي يتملك ما للآي يعني بيتي آني بس لان صارت قبلها دير يعني بيتهم هم زين ان دير هاوس يعني في بيتهم هو ديسأل ديقول العائلة الإنجليزية كان عدهم هواي أكل بالبيت مالتهم مش مدريني شمعرفني لما نقرأ القطعة يلا أفهم يلا نقترق مثنيا نبادية بأدات سؤال يعني هاي جوابها من القطعة الخارجية الوين أدات تسأل عن الوقت الوين أدات سؤال تسأل عن الزمان فمن يقول وين يعني ديقولي شوقت دي دا تشاينيس أوفيسر الشوقت الضابط الصيني زارة إيش زار منو The English Family شوقت زار الضابط الصيني العائلة الإنجليزية شوقت زارهم شمادريني غير أختار قصة السؤال الثالث الوين أدات تسأل عن المكان تسأل عن شنو عن المكان فمن أقول وين يعني دا أقول أين ديسأل على المكان Where was the English Family living أين كانت العائلة الإنجليزية شنو اللوفينج شنو اللوفينج لوف يعيش لوفينج يعني تعيش خدناه بالإنشاء الثالث زين وين كانت تعيش هاي العائلة الإنجليزية ديسأل على المكان السؤال الثابع Why was the hostess لماذا كانت المضيفة Why أدات السؤال تسأل عن لماذا ممكن تجري للعاقل وممكن تجري غير العاقل وجوابك من سؤالك يبدو بWhy جوابك دائما يبدو بBecause لأن أنت يعني هو دي يقول لك لماذا فأنت غير تقول لها بسبب أول ما تبدو بجوابك غير تقول لها بسبب يعني يريد منك سبب لأن الواي معناها لماذا Why was the hostess لماذا كانت المضيفة Surprised Surprised ما رح ناخذها بالمرادفات Surprised بمعنى مندهشة ليش كانت مندهشة أو متفاجئة زين Who bought لا مو bought عفو brought يلا تذكو من الأفعال حظيها هذا من يافعل جايني من الفعل bring شن يعني bring يعني يجلب الماضي المالتة شنو Brought المفوضة حظيها لفحال الشاذبة Who brought يعني من جلبه Back من جلبه عائدا The Chinese officers dinner عشاء الضابط الصيني منو جاب العشاء مالتة شمادريني دي يسئل عن العاقل ما دام سئل بهو يعني دي يسئل عن رجل عاقل من هو اللي جاب الأكل للضابط الصيني السؤال السادس Why did the hostess لماذا كانت المضيفة المضيفة اللي هي شون مثل ما نقول إحنا ربط البيت أو المسؤولة عن البيت بالعامية تسميها رئيسة الخدم إزين إذا تشايفين أهل قبل كانوا بوقتها بالبيوت أكو خدم بس تحت تسيطر على ذول الخدم اتخلي واحد يتعينه رئيس للخدم هو اللي يديرهم يسرحوا لكبير الخدم زيان فهوستست بمعنى كبيرة الخدم run to the kitchen ركضت إلى المطبخ after the dinner بيقول ليش كبيرة الخدم ركضت إلى المطبخ بعد العشاء ليش راحت للمطبخ ركض بعد العشاء شنو شصار احترق المطبخ شكو شمدريني غير نقرأ القصة زيان يلا هسا نقرأ القصة ونقعد نجال يلا أول شي نبدأ يقول ones يعني إحدى an english family إحدى العائلات الإنجليزية was living كانت تعيش يلا هذا ما هو مستمر was والفعل live باي فيه ing يعني كانت تعيش ومستمرة بالعيش when in china يعني شنو in china معناها في الصين زيان one evening أحد المساء يعني في مساء ما يعني أحد المساءات unimportant chinese officer يعني ضابط صيني مهم هاي الصفة مالتة وهذه الجنسية مالتة وهذا هو officer يعني ضابط chinese ciny important يعني مهم يعني ضابط صيني مهم في أحد المساءات شبي يعني بعصرية يعني شون بالعامية هتش نقولها بعصرية من العصريات فضابط صيني شسو visited زارة زار منو visited them شنو يعني ذام يعني شده يقصد اها يعني زارهم لهم ليش لأن الذام هي المفعول به مال الذاي مال منو خدناها تشوفون شون القطعة الخارجية الصف سهلة عدكم بعد ما تكملون قواعد يعني بتبدون تفهموها الذاي ضمير العفو المفعول به مالتها هو them فمن يقول visited them يعني ذي يقول زارهم زارهم لهم وقع عليهم الفعل زين it came later and later يعني هو اجاهم اكثر من مرة تردد علي بيتهم and he still didn't go ولم يستسلم الضابط الصيني المهم تردد علي بيتهم كل شو فاي زين so his hostess had to invite him فلذلك المضيفة مال البيت او هي كبيرة الخدم اتوجب عليها انه تدعو لان شافتك الساعة يمر عالبيت قالت لك خلى عزمة to invite him قبرت انه تدعو invite him يلا شوية هاي القطعة اصعب من القطعة القابلها زين to have dinner حتى يحظى بالعشاء حتى يقعد يتعشوا ياهم with them يعني يتعشوا ياهم هم but لكن she هي شنشبيها she had very little food هي كان عدها طعام جدا قليل in the house في البيت يعني البيت شان ما بيأكلوا هواي so she quickly لذلك هي بسرعة went to the kitchen اذا هي ركضت بسرعة راحت المن للمطبخ to speak to hear Chinese cook حتى تتحدث ويا الطباخ الصيني مالتهم والظاهر هما كانوا موظفين الطباخ الصيني زين he said هو قال it is all right ديقل لها كل شي على ما يرام ديقل لها أختي لشي لينهم you will have a good dinner انت راح تحصلين على عشا ممتاز من عندي هي دا تقل لها شلون البيت ما بيأكل من راح تطبخ تخلقها شسوي هو يقلها لا ما عليش علاقة يامي هيتش تقلها صدر يامي زين يامها شنو بعد ما ندري الله اللي يعلم شو حي يسوي you will have a good dinner انت راح تحضب عشا ممتاز يعني انا بحسوي لكم عشا مرتب لش يلونهم ما بح تتفشلون زين وان ذي سات داون عندما جلسوا يعني جلسوا على المائته to eat حتى يأكلون the hostess كبيرة الخدم مش بيها was surprised كانت مصدومة او متفاجئة ليش because بسبب there there معناها يوجد there was يلا was مو is يعني يوجد بالماضي شنو كان يوجد شان يوجد a lot of ما اخذيها شنو a lot of بالحلقات الاولية معناها كثير من good جيد food طعام يعني الكثير من الطعام الجيد يعني صدق لقت اكل راقي على الميز on the table على الميز على الطاولة اللي هي ما لأكل المائدة فاتفاجأت السقات هذي شنو هذي من جاب الأكل باقي من جاب هذا الطباخ البيت ما بيأكل شون طباخ من زين after the dinner بعد العشاء يعني تعشوا وخلصوا she ran to the kitchen هي ركبت الى المطبخ to ask the cook حتى تسأل الطباخ how he had made كيف هو قام بصنع such a good meal مثل هاي الوجبة اللذيذة شلون من جاب المكونات طماطم من جابها مين مين شون سوا هي متعجبة in a very short time في وقت قصير يعني فوقها بوقت قصير يعني حتى الرجال ما طلع للسوق والسوق هيت شي مادر خلاق لها الأكل he said هو قال I didn't make it مدام آني ما سويت آني أبدا ما طبخت هذا مو طبخي I sent one أنا أبسلت شخص of the servants servants بمعنى الخدم آني أبسلت واحد من الخدم اللي عندنا المن أبسله to the المن to the Chinese officer's house لبيت ببابط اللي إحنا عازمي يلا شوف شوف اللي سالف اللي بضحك طباخ مالتهم دز واحد من الخدم البيت ببابط الصيني اللي قاعد عدهم ويريد عشا يلا حتى شنو and he brought back the Chinese officer's dinner وهو إجي جاي بالعشا مال الضابط يلا يعني هو صاحبة البيت عزمة الضابط اللي يتردد عدهم يلا خلنا هيتش خنراجع القصة أنا وياكم بالعربي خنشوف شفتها من عدها صاحبة البيت هي عائلة إنجليزية جان أكو ضابط صيني يتردد علي بيتهم ويترددوا هواي الحد ما استحد قالت أنا لازم أعزمة فعزمته على العشا بس هي تفاجأت شافة البيت ما بيأكل ما بيأكل وهواي ثلاجة فارغة فعدهم هو طباخ أكيدوا موبفين طباخ صيني فراح تركب للمطبخ قالت لي يا بتر إحنا مشكلة الجان رضايف مهم ومحتاجين عشا مغتب شلون ما كو ما عندنا مكونات شون رح نسوي فهو قلل لها الطباخ يمي لشي لي نهم آني إلا أخلي القدامكم بالمائدة عشا طيب زين شون يماما ندري المهم قاعدة على الأكل لقوا المائدة صدق متروسة بالأكل الطيب وكلوا وتعشوا صاحبة البيت أو بمعنى أدق هي نفسها كبيرة الخدم زين وظهر هي تشانة تدير البيت ركبت للمطبخ ركبت راحت للطباخ قالت لي يا با تميلك هذا الأكل شلون تسويته قالها أنا ما سويته مدام أنا دزيت واحد من الخدم البيت الضابط الصيني اللي هو قاعد عندنا وإحنا عازمين حتى يجيب من عندهم الأكل يلا شون عزيمة هاي تونس يلا خوش إذن هسا نبدي نسأل نشوف السؤال الأول هل كانت العائلة الإنجليزية لديها الكثير من الطعام في البيت نحنا فهمنا القصة لا 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 ما لديهم ما لديهم فنقول لا ذي بعد اللون خلي فارزة سفلة هاي جواب القصيف شرحي لكم بالقواعد لا فارزة سفلة ونستخدم الذي ليش لأندي نتحدث عن عائلة جمع لا لا ذي طبعا هي مفرد لكن أنا لا أستطيع أن أقول هي العائلة لا أستطيع أن أعوضها به عائلة كاملة ونستطيع أن أقول هو ولا أقول هي فأقول ذي عائلة عائلة جمع نعتبرها بالمعنى فبالتالي شاستخدم لها استخدم لها الذي زيان يلا وياي يلا ذي شنو ياب فعل مساعد أستخدم الدت عفية الدت استخدم الدت لأني لقيت فعل مساعد اللي ببداية السؤال هو الدت فأستخدم منه استخدم الفعل المساعد الدت لأن سأني بدت بس بالأخيف شا خلي أخلي نوت اي لأن أنا مجاوب بنو ما دام جوابت بنو فبالأخير بشا خلي بعد الدت أخلي نوت دي دي دينت نعم يصير نو دي دينت أو دي د نوت كيف ج هالشكل حلتش صحيح هذا النقطة رقم واحد حلناه ما احتاجت مجال فنحلت النقطة رقم اثنيا وين دت إش وقت the Chinese officer visit the English فأستخدم اي نعم ما صير خلي بس نو لا لا لازم تكمل جوابك جواب الشورفت أنسر دابسو يعي مولو لا صحيح بس آني يعني إذا قلت لانو أنا عرفت انو هاي إجابة قاطعين اي هو وضحت لي انو لا بس حتى جوابك يصير مثالي حتى تحصل عليه درجة كاملة ليش تخلي المصحح يحقق روياك من تدارس قواعد إجابة الشورفت أنسر من تخلي نوت خلي بعدها فارزة وراها ضمير فاعل من هو؟ عن منو نتحدث إحنا؟ عن الإنجليش فاميلي لو لجمع لو مفرط جمع يعني بيمن أعوضهم أعوضهم والذي أتحدث من أبدأ جيب طاريهم أقول ذي هما زين الفعل المساعد اللي مستخدم بالسؤال منو؟ منو مستخدم بالسؤال؟ منو بيمنسى إني بيا فع المساعد؟ أول كلمة ببداية السؤال شنو؟ دت إذا لازم أجي بالدت أنا ما يصير أقول بس نو؟ حتى أوضح إنو أنا إذا أجابه بنفس الزمن جبت الدت ولئن أنا جابت بالنو؟ فالنيسين تقريبا نسي الموافقة والرفض معي المعافقة والرفض مع المساعدة أهان عاشتي ديك لا بالنسبة الموافقة والرفض مو حلا Hello قه jedeفع الموضوع مع المساعدة الأمساウ ليس من موافقة والرفض هناك موافقة dónde بي بي و نو تقريبا مشابه لل размер لا 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 بي لا عندك الشورت الشورت أنسور عندك مرفض الولو بي اي شورت أنسور لو بالماضي لو بالمواضيع نعم yes he did not he did لم يموجود اي اي هذا هو الشورت أنسور نو he did didn't وى iyes he did ما على العلاقة خسب الفاعل الفاعل معنا مثبت ساعة الفاعل يكون فا انجليش فاميلي ساعة الفاعل يكون علي من الفاعل الموجود يتحدد الضمير اللي بعد النو واليس وراها من الفعل المساعد اللي موجود بالبداية اللي سألني ينزل بالأخير تبقى النوت أجيبها لو ما أجيبها اللي بالأخير أجيبها بس لما أنا مجاوب بنو وذا مجاوب بيس لا ما أجيبها صاب واضح هذا الشوفت أنسور ما لا علاقة بالموافقة والرفض الاغري والرفيوز دانيتش أغيبشي لتخبط بالموافقة حاولوا تراجع عليه لازم تراجع دانيتش النايدار والسو اللي هي نايدار أم آي لو سو أم آي ما بيهي السو نو تمام الأمور طيبة أوعدك الموافقة ورفض بالاقتراح بالاقتراح والتبضيل بالتبضيل قلنا بوقتها نجاوب ياس آي آغري ثابتة ثابتة ياس آي آغري ما تتغير وبالاقتراح الدت أخلي الدت إذا كان ووز أخلي ووز ذي أخلي ذي إش سائلني أخلي تبقى بالأخير أخلي نوت لو ما أخلي شون أعرف إذا أنا مجاوب بنو فأخلي نوت بالأخير ما مجاوب بنو ما أخلي نوت يعني ليس ترى سؤالك هذا ينمع أنه أنت ما ماجا عدك تلكه عدك تلكه بالمادة زيان يلا هسا خلصنا من هاي النقطة النقطة بقى متلاثة النقطة بقى متلاثة شنو؟ الضابط الصيني visit شوك تزار زار منو The English Family يعني العائلة الإنجليزية شوك تزارها يلا إذا نبجع للقطعة هو شوك تقرر يزورهم مو بالقطعة one evening في أحد العصريات مولو أنا مشتبه they call one evening unimportant Chinese visited them مولو لا يعني ما حددنا وقت بالضبط بس قال بعصرية من العصريات في أحد الأم يعني مساء من المساءات بس بيا يوم ما ندري بس المهم مساء زل فإذا نجوابنا بس هاي الكلمتين one evening هاي في أحد المساءات هاي وتحصل درجة كاملة زين السؤال الثالث where ددي سأل عن المكان where was the English family living أين كانت تعيش العائلة الإنجليزية وين وين بضبط شا قل في الصين في الصين مو شينيز in China شينيز جنسية يعني معناها صيني in China هاي الكلمتين ليش مين خدتها من القطعة الخارجية شوف هو هنا أنا أكل قيت كلمة living وينها living هاي هاي لقيتها بالسؤال وهنا لقيتها بالقطعة الخارجية نفسها living فاللي بعد هذين الكلمتين هو الحل بس هاي صدفة إجدتي هي مو دامنهج يحتاج أنه أفهم السؤال وافهم القطعة where هاي بدي تسأل عن المكان أين ووز أداة سؤال ما الماضي مستمر the english family أين كانت العائلة الإنجليزية living تعيش إذا تقرون القطعة الخارجية أول سطر شدي يقول وانز ان انجليش فاميلي أحد العائلات الإنجليزية شوف هذا ماضي مستمر was living كانت تعيش in china في الصين يعني هزا النقطة الثالثة شنجوابها لو ذن الكلمتين in china فقط لو هذا السطر كله اللي هو ما القطعة الخارجية أول سطر من بداية القطعة الخارجية للنقطة أيضا يحطولك صح تكتب وانز ان انجليش فاميلي was living in china وتحصل درجة كاملة يلا السؤال اللي بعده why was the hostess surprised ليش المضيفة كانت يعني متفاجأة هي ليش كانت متفاجأة يلا خندوف شوف شلقينها بالسؤال لقينها كلمة surprised وضوح ندور على surprised بالقطعة الخارجية حتى نفهم هي شوقت تفاجأت خاي لقينها هاي نفس الكلمة اللي بالسؤال لقينها هنا بالقطعة الخارجية زين يعني هي هنا تفاجأت لقينها بعد surprise شنو لقينها because شنو يعني because معناها بسبب بسبب يعني بدأ يضطى سبب المفاجأة فإذن من كلمة because لنهاية السطر هذا كله يعتبر جواب جواب لهذا السؤال فأتت نزله يعني تبدأ من because ليش لأنه سألك بمن سألك بواي معناها لماذا فأترى حتى تجاوب لازم تبدي بكلمة بسبب حتى توضح because بسبب there يوجد there was يعني بالماظر كان هناك يوجد شيوجد a lot of good food الكثير من الطعام الجيد on the table على المائدة شكرا ليش تفاجأت يعني تدري البيت ما بيأكل وعلى الأكل بالمائدة لقت المائدة ما تبوس أكل الطباخ هذا من جاب الأكل ما تدري فتفاجأت فإذن هو هذا الجواب because there was شنو a lot of good food on the table على المائدة الكثير من الطعام الجيد على شنو على المائدة شوفوا طلاب القطعة الخارجية مو بضررة دائما تكون سهلة يعني هاي القطعة الخارجية أصعب من اللي قبلها اللي قبلها سهلة ترى فزين واللي قدامنا يجوز تجي بعد أصعب واللي قدامنا لا يجوز بعد تجي أسهل فأنت وحفوك كل سنة يجيبهم قطعة خارجية شكل مرات تجي سهلة ومرات تجي صعبة زين بعد شعدنا بس هي بالنهاية تعتمد على المعنى لكن أكو بها درجات صعوبة وسهولة يعني حتى اللي عدة معنى إذا تيجي كلش صعبة يقعد يعاني بها خطية يلا يجاو زين اللي نقطة رقم خمسة هو بروت من اللي جلب باك ذي تشينيز أوفيسرز ديناب منه جاب عشاء الضابط احنا افتهمنا أنه الطباخ ما طباخه يعني من اللي جابه شو تقولون العامل واحد من الخدم واحد من الخدم اللي دزل طباخ المن دزل يا بيت يرى تذكرون القصة بالعربي بالعربي المن دزل البيت الضابط عافية شوف يعني احنا فاهمين القصة إذن هسه هو دي يسأل هو هو تسأل عن العاقل يعني مايريد من عندنا نوضح التفاصيل يريد من عندنا بس نذكر الشخص اللي جاب الأكل المن جابه ميهم ماذا؟ فأنا بكل بساطة شكل الله بما أنه ماعف اسمه الخادم بس آخذ الجواب من القطع الخارجية لأن الطباخش قال آي سينت آي سينت يعني أنا أفسلتو سينت فعل مااخذيه بالأفعال الشاذة شون معقوله محافظي سينت سينت شون الماضي مالتا سينت بس سينت بس صاحب بالماضي إذا يقول أنا أفسلتو إيش أفسل؟ أحد الخدم يعني هذا جوابك بس 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 جوابك يبدأ من كلمة وان يعني أحد الخدم ها هي لأنه ما موضح منه هذا الخدم لا ذاكر اسمه ولا ذاكر شكله كل شيء ما موضح فانيش معرفني فأكتب بس هذا الجواب هو أحد الخدم ها هي وحصل درجة كاملة وان أوف السؤال اللي بعده طبعا هو أخو بقايا اللي يجاوب على خمسة يلا هسا أنا راح أجاوب السؤال السادس واي دت ده هاست رن تو ده كتشن رن شنو يعني رن ما أخذيه بالأفعال يركب يركب ديقول المضيفة ليش رقبت المن رقبت تو ده كتشن إلى المطبخ اشبك يتبو ببط افت دينا بعد العشاء يلا خنشوفوا يا صدق بعد العشاء رقبت يلا هاي الكلمة افتر دينا اللي بالسؤال أدور عليها أشوفها وين ألقاها في القطعات يلا خندور آنوا ياكم خنشوف وين كلمة افتر دينا افتر دينا وين اكو افتر دينا افتر دينا افتر دينا يا صدر هاذي استوني شفته انا شفت انا شفت انا شفت ما ادربي هاذي افتر دينا موجود شي ران شوفوا الران المن حولها ران بالماضي هي ركبت تو دي كيشن الى المطبخ شنو علموت شنو حتى تسأل الطباخ كيف استطاع صنع مثل هاي الوجبة في وقت قصير اذا جوابي انا عرفته اذا هو دي يسأل هي ليش ركبت للمطبخ اذا هي ركبت حتى شنو حتى ش تسوي تسأل الطباخ حتى تسأل الطباخ اذا جوابي يبدي من التو حتى تسأل الطباخ حتى تسأل الطباخ حتى تسأل الطباخ ش السألة كيف استطاع صمع مثل هاي الوجبة اللذيذة او الوجبة رائعة في وقت قصير جدا شلون فاذا جوابك يبدي من التو وينتهي الهنا الهاي النقطة هو هذا كله تكتبة حتى تحصل درجة كاملة هو جدا بسيطة طبعا بسيطة اللي فهم القطعة واللي قدر يترجمها وياه تمام بس اللي ما عنده معنى الله يكون بعونا يعني اكيد يا زين ذا جاب بها درجة زين خوش هسا الهنا تمام افتهمنا شن القطعة الخارجية شنو سالفتها انه تريد معنى ازين واكيد ترى ما اخفع عليكم ترى اكتر شي عاننا بحلول القطعة الخارجية هو القواعد اللي هي الشورت آنسر اللي درستها لكم بالتفصيل شلون تجاوب عليها ازين يلا طلاب تلاحظون هنا ووز لفنج يعني مابو مستمر دورت بالقطعة الخارجية واناكو جملة بالمابو المستمر قبل لقيت الجواب موجود بداية القطعة الخارجية اول سطر فاعل انجليش فاميلي بعد فعل مساعد ووز وورا الوز اجا فعل بإي انجي اذا هذا مابو مستمر اذا هو هذا الجواب واكمل النهاية السطر شوف يعني القواعد ايضا فادثني يعني الطالب اللي قاري هو الله يصر وحش بالانجليزي ازين هسا شعدي هسا عدي الفرع بي الفرع بي دي يقلي true or false يعني بس مجرد حط صحة او خطأ احنا فاهمين القصة مولو لا خب مسألة بسيطة يلا يقول العائلة الانجليزية يعني احد العائلات الانجليزية كانت تعيش بالصين one evening one evening an important chinese officer visited them one evening an important chinese officer يعني في احد المساء وابط صيني زارهم it came later and later لقد جاء وتردد عليهم اكثر من مرة and he still didn't go ولم يذهب عنهم يعني ما استأسلم so his hostess had to invite him شوف توجب عليها ان تدعو to have dinner with them حتى يتعشوا ياهم but she had very little food لكنها امتلكت القليل من الطعام in the house في البيت so she quickly went to the kitchen وذهبت الى المطبخ مسرعة to speak to her chinese cook حتى تتحدث ويالطباخ الصيني مالتها he said it's all right كل شي على ما يرام you will have the good dinner انت راح تحضين او سوف تمتلكين عشاء جيد when they said down شوف ما ذكر الوقت بس ذكر انه هو زارهم هذا الوقت هو زارهم بس شو وقت تتلقى الدعوة الدعوة شوقت تتلقاها ماذا؟ يلا خنكمل خنكمل هذا شنو من السؤال هذا ماذا؟ خنكمل so she quickly went to the kitchen لا هالا قرأناها وانو وصلنا when they said down surprised شنو هاي ماكو food a table after work وراحت يعني القطعة الخارجية قرأناها آنوا ياكم قرأنا شوقت استلم الدعوة ذكرنا ماذا؟ ذكرنا وقت للدعوة هو قال انه هو زارهم هو زارهم بس هو الانسان يعني مني يزور الانسان مني يزور يعني هو شنو ويما تجي الدعوة تشرب اطلع يمهم شنو اختفاء لو واحد تجي الدعوة مسبقة وبعدين يشوفها ويجدوا الوقت حياته حتى على ضوءها يزور يقبل الدعوة هو ممكتوب هالأشاء يعني أكيد مساء ايه بس مو هو شوقت شوقت دعوة حددوا وقت شوفوا السؤال شي يقول in the evening دعوة بالمساء دعوة بالمساء زين هو شوقت دعوة صدق دعوة بالمساء هو زارهم بالمساء زين يلا انا اسألت سؤال انا اسألت سؤال اتي اسا حتى تدزين دعوة الشخص الدعوة اش قد يلا يراد لها توصل مو يراد لها وقت سواء كانوا برسالة او حتى لو تحكينوا اياه وتفاجئي بالدعوة زين هذا الشخص يعني هالمعقولة ما عنده شغله عمل وهو رابط مهم هيتش يقبل يقبل دعوتش ويلغي التزاماته ويالناس لو لا لو يراد لها شغله فادش كم يوم على ما يرتب حياته حتى يفضغ نفسه لهاي الدعوة مولو ولا لازم دعوة استطر اي يعني اخو ما معقولة انتي منتبعين شخص قبل يجي تشعوف كل الالتزاماته يعني هسا مثلا 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 على سبيل مثال فجأة لقيتيني يمتش يعني بالشارع او تمشى وشفتوني وعزمتوني على عشرة زين انا يعني من اجيت يمكم مثلا بالمحافظة مالتكم شنو مثلا طالعت والنس غير جاي الشغول عدي شغول شغل بيها شغل كبالا اقبل الدعوة مالتكم ليه شكل ليكم ما اقلكم تتدللون و ان شاء الله فاتكم يوم واجيكم ما يكون خاطركم الا طيب حتى فرغ روح اللي الدعوة مالتكم وغير مو هيتش الااداب لوام مشتبه دعته م lazım مرحباً، مرحباً، مرحباً وزارهم بالمساء، لكنوا بغير وقت ليس في الوقت؟ ماذا ندعوه؟ لا ندري لأنه لم تذكرين بالقطعة فإذاً هذا سؤال استنتاجي ولهذا السبب المرفوض الطالب؟ ما يفعل للسؤال؟ حتى يرتاح من عنده؟ يفعله ترك لماذا؟ لأنهم قالوا لك اخترأ 5 أولي هما لماذا يقلوا لك؟ يجلبوا لك واحد استنتاجي يعني حتى لو قلت قوي بالانجليزي وفاهم القطعة ايضا يوقعوك بي يغلطوك بي يعني يبدون يطلعون طلاب وحوش بالانجليزي طلاب تفكر عندها ابداع بالتفكير مو ياهو تشاني ينجح بالانجليزي ويجيب مية ازي فليهذا السبب يجيبون هيتش اسألة استنتاجية اي نعم شن سؤال اخت استاد دا اقول هو يمكن لانهو ما لاحقوا حتى يستطيعون لا مو ما معقوله يعني دعوه بالمساء وجاوبهم بالمساء ضابط مهم هذا تيقول مهم استاد هو هو باقي يمهم هو باقي يمهم وعدعت الخدامة اذا لا اشلون ويهو يتردد كان يتردد على البيت بس في احد المساءات زارهم يعني مو بنفس اليوم اللي كان يتردد بالبيت زارهم ضابط مهم هذا يعني صح هي بنفس المساء قد ممكن انه شافته زين لا هو أصلا ما هو قال يتردد عن البيت يتردد بالبيت بس ما ذكر اش وقت يتردد اش وقت يمر عليهم كل ساعة بس هو اش وقت زارهم فيزيت زار يعني اش وقت طبل بيتهم وقعد احد المساءات الزيارة واحد والتردد واحد هو كان يتردد على بيتهم وبعدين هي دعتها اش وقت دعتها ما ندري بس اش وقت قبل الدعوة الدعوة اش وقت قبلها وزارهم صدق ودخل ببيتهم احد المساءات هو ما سألك انه العائلة الصينية زارها الضابط لو زارها الضابط احد المساءات شا تقيد جواب صح ترو زيارة هس احنا هنا الفعل مو زيارة دعوة دعو دعو يعني من واحد يدعوك معقولة التوية ما تجيك الدعوة قبل تروح ركب طيور البيتهم رح يقولون شنو هذا شبيه هذا شنو منطبو الدعوة مالتنا شنو زيارة ما معقولة استاذ يعني هو وصلت الفكرة القطعة الخارجية قالت هو زارهم اكو فرق بين فيزت و انفايت فيزت يزور انفايت يدعو هي ذكرت هي ذكرت القطعة الخارجية انهم دعو بس ما ذكرت اش وقت دعو شوف هزا شوفو توجب عليها ان تدعوه تهاب دينبو حتى يتعشوا اياهم بس شوكت ما ذكروا بالقطعة ما ذاكويني شوكت اذا هزا السؤال استنتاجي زيارة هزا شوفو السؤال اللي بعده المظيفة كانت جدا خجولة لأن الطعام كان سيئ شو تقولون ترولو فولز فولز هزا مستنتاجي هزا سهل السؤال اللي بعده المظيفة سألت الطباخ شو تقولون هزا سيئ من حياتي من بيت الضابط ترولو فولز 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 لأنه هو قدس خادم وهو من واحدة الصرافية ما دعته ما قالت له يلا نقطرق خمسة الشيناس كوك الطباخ الصيني لم يصنع ذلك دينر ذلك الطباخ لم يصنع ذلك العشاء مو هو الطباخ صح له خطأ صح له خطأ ممتاز انتظر 我想 لا يصنع ذلك هزا نقطرق خطأ إذا من بيت الضابط التزعال ممتاز دينر ممتاز ممتاز فولز فولز ممتاز فولز لأنها ما قالت أصدق فقفة فهنا المعنى قد تأكف ، فحصل آخر دعوة واني عدي بالقطعة الخارجية ما محدد لي زمن الدعوة بس قل لي دعو بس محدد لي زمن الزيارة اللي هو الفيزيتد الزيارة شو كتزارهم في احد المساءات نا لو موجود بالفرع بي ديقول وين متى دي تشاينيز اوفيسر فيزيت متى زارهم داق انجليش فاميلي شو كتزارهم قل لي جوابنا شون تشان جوابنا بي بالفرع اي في احد المساءات هذا جوابنا شو كتزارهم احد المساءات بس شو كتدعوه ما ندري ما قالوا بالقطعة الخارجية هسأل هنا تمام وضحة الصورة تمام استاذ واضح جوابنا اشتركوا في القناة